سلام عليكم الحبيبات الغاليات متتبعات الوفيات كديرين لبس عليكم صحيحة مزيان كديرين مع الصيام كديرين مع العبادة مع قراءة القرآن ان شاء الله تكونوا موفقين باش توفقوا ما بين المطبخ والعبادة ديالكم اكيد اكيد فكديرين مع الشهيوات عاود فاليوم ان شاء الله بغيت نشارككم هاد الفطائر او ليك خيب ليك خيب طريقة رائعة والله العظيمة البنات الى غادي شكروكم عليهم كيجي والداد بزف ومقرمشين وناشفين ملدى خل روعة فضروري تجربوهم تابعوا معي الفيديو تالاخير وما تنسونيش خلي ولي جيم ولي ما زل ما مشتاركة تشتارك رحنا قريبا نوصلوا للمليون ونقولوا بسم الله على بركة الله اولا بالنسبة للعجينة دياللي كخيب غادي نحتاجوا فيها نصف لتر مينة الحالي بمايو عاديل 500 ميلي لتر انا كان عبر بالكاس طويل ديال الما درت جوج كيسان طويل ديال الما عبرت بيهم الحليب درت الحليب في الإناء وزدت عليه حبة بيض حبة بيض كاملة وزدت عليه جوج مع القكبار اما زبدة مدوبة اما زيت غالي بغيتي ينجح لك الوصفة بغتي تدري جوج مع القكبار ديال الزيت شوية ديال الملحة وشوية ديال الفلفل الاسود وتخلطو هاد المكونات هالطريقة اللي بنات ممكن تديروها في المولينيكس وممكن تديروها غيب الفويل عادي يعني بنفس تعطيكم نفس النتيجة دربت هاد المكونات مزيان وغادي نضيف لهم جوج كيسان كبار ديال الفارينة جوج كيسان كبار ديال الفارينة يعني الدقيق الأبيض اللي تكون مغرب له يعني نفس الكاس اللي تعبرو به الحليب يعني يكون الكبير ديال نفس الكاس هو اللي تعبرو به الفارينة فهنا نزل جوج كيسان فارينة وكذلك بديتك نخلطهم بهالطريقة عادي كي يجنسوا تماما ما كيبقوا لكم الكوتل لاحتى شي حاجة غادي نخلط مليح مليح وغادي نغطي هاد الخالط ونخليه يرتاح بما وجدنا الحشوة نطيبوها وباش نخليوها شوية تبرد عادي نبدي ونطيبو لك خب ديالنا كي مشتو عاجينة ناجحة مئة في المئة بالنسبة الحشوة اليوم غادي نختار حليكم غادي نخلطو فيها خوضر على حسب ولداتنا وعلى حسب اللي ما ياكلوش الخوضر اليوم ياكلوهم بصيف عليهم لاحقاش ما غاديش يبانو فهادي المملحة غادي تجي حلوة وبنينا فهنا شنو كي مشتو شديت مقلات درت فيها كيميا انا استعملت هنا لاداند قيطة مربعة صغيرة ودرت الجزر المبشور درت الكوغجات او الكابوية الخضراء اللي محكوكة ودرت البصلة اعزو اللي درتها ناية الكيميا نقول لكم انا درت هنا واحد شحال 400 قرام ديالاداند جوج حبات جزر جوج حبات قرع اخضر وواحد الحبة كبيرة باصل سوف هنا درت لهم واحد ثلث مع القكوبار ديال الزيت تبقيت كنقلي فيهم قلي فيهم حتى دبالو كي ما راكوا تشوفو من اللي دبالو عاد نضيفوا التوابل عمركم نضيفوا التوابل وانتو متقليوا في اللول لحقاش غضي يتحرقوا لكم في التوابل درت الملح اللي عينكم ميزانكم شوية ديال الفلفل اسود شوية خرقهم وشوية ديال الفلفل الاحمر او البابريكا عندكم التوم بودرة والقصبر موجفف ضيفوهم حتى هما كيجي وزوينين فهنا اياه قليت هالتوابل مع الخضر والعداند اللي درناهم بهذا الشكل هذا ومن بعد من اللي طب كل شي اخر خطوة اهم خطوة انا عندي انا استعملت هنا واحد الكأس صغير او ميتين ميلي لتر ديال الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ كتعطي واحد الحشوة غانية وكتخلي حتى ذاك الادام كيجي تطري اكتر وبنين انايا تقدروا تعوضوها البنات ماشي تسمعو الكريمة تقولي ما عنديش صافي ما نديرش لاغوسات لا فكري فهنايا اما تديري واحد ياغورط طبيعي دانونا بسوسة ياغورط طبيعي اما تديري واحد الكاز صغير لتعلى صوص بشامل كاز صغير لصوص بشامل هدو زوج حواج تقدري تعوضي بهم ويعطيوك نتيجة زوينة فانا اضرت الكريمة وطفيت عليها وطفيت عليها وطفيت عليها لكيك غانية حوشو ورها واجدة حيدناها على جانب نطيبو لك خيب ديونا ما اكيد كل شي كيعرف يطيب لك خيب فهنا اخديت مقلات ودهنتها بزويتها دهنة خفيفة وشديت المغرف وكندير كيمية بهاد شكل كنوزحها ما تغلضوهم شيعني تديروا طبقة رقيقة سوف ترجعوها على النار وتخليوها كالطيب وكتبدي مره مره كترقبو لها جناب ديالها واش بدهو كيتحيدو لحقاش حنا ما بغيناش نيبسوهم بغيناها الطيب ولكن طيبة خفيفة ونخليوهاش تتيبس لحقاش نعرفوه نشكلوها كيف ما بغينا حنا كماشتو دارت الفوقعات بهاد طريقة هادي نقفو نشوفها سافي بدتك تتحرك من المقلب نقلبها من الجهة التانية او تانية تتحمر شوية متما ونحيدوها كتحيدوها مباشرة بوحد طبصين وتغطوها مباشرة بوحد السربيتة هاكا تكون ضيفة باش مكتيبس لكمش كلما تحطووا وحده تغطو عود ثانية بالسربيتة وكلما تحيدو وحده تدهن المقلات خفيفة وكملو الطياب الليبنات تتكملو الكيميا اللي عندكم بهذا الشكل والميقلات تقدروا اي حاجم انتوما نستمر حبيباتين طيبقاء الكيميا اللي عندي باش نبدي ونشكلوهم كماشتو طيبة كاملة اللي عندي فقد نغطيهم ونبدي نعمر بالوحده فانا اليوم اقتراحي اكيد شاركت معكم الكريب بحشوات عديدة باشكال عديدة مهم اكتبوا مملحات شهوات صفاء اللي يخرجو لكم هاللي درتو في الفران هاللي درتو زيما سبارك الله كاين فاليوم غدي نديرهم على شكل بريوات متلتين كنشد هكا دائرة كماشتو كنقطعها على زوج فكندير كمية ديال الحشو وكنبدي نطوي بهاد الشكل هادا انا هنا نسيت ما درتش الجبن اضيف الاخرين وكنبدي نطوي على شكل متلت بهاد طريقة وضروري فالاخير كتكونوا موجدين واحد زليفة فيها الفارينة والماء باش كتلسقو به باش ما كيتحلو ناش في الطياب وقلنا كنديروا كمية ديال الحشو بهاد طريقة شوية ديال الجبن كتطوي شوية هاداك الجنب كماشتو كتطوي شوية الجنب وكتطوي على شكل متلت وفي الاخير تديروا الفارينة والماء وتلسقو رها طريقة سهلة بالنسبة لأخوات الليومة اللي فين يديروا البريوات فاشوفوا معايا طريقة سهلة مهلة نحصلو على شكل متلتات نحصلو على شكل متلتات حكرو معايا مزيان كنعودلكم باش تتحرفوا الطريقة كندير الحشوة شوية فرماج كنطوي شوية جنب اللي في الطرف وكتطوي على شكل متلت نولي نطوي ذاك المتلت الاخير اللي يبقى لي كندهنه وكنسد به سافي كتحصلو عليهم بهاد الشكل هادا ممكن البنات شكلوهم كيف ما بغيتو ممكن ديروهم مربعات يعني تعمروا الحشوة غير في الوسط انتع الدائرة وستوى وعلى 4 ممكن ممكن تديروهم على شكل سيجار بحالي غادي تديرو دي سيجار هاكا ممكن يعني اللي بغيتونا كل نهار نبغير عندكم اقتراحات مختلفة فهنا من اللي ساوبتهم كاملين غادي نتحتاجوا لاشابلوغ يعني الخبز يابس اللي كتحكوه في الحكاكة الرقيقة وغادي تحتاجوا البيض بيضة ضربوها شوية ديال الملحة فكتاخدوا واحد الشيطة وكتاخدوا المثلة ديالكم اللي ساوبنا اللي كرب ديالنا وكتدهنوهم بالبيض من جميع الجوانب ومبعد كتدوزوهم وكتغلفوهم مزيان بلا شابلوغ وكتحطوهم على جانب علش ما كتغمسوهم شقع في البيض إلا شديتوها وغمستوها في البيض كامل غادي تاكل لكم البيض بزاف يلا تاخدوا واحد اللي تحبتو الاربعة تاكل لكم البيض لا بالعقل شدو واحد الشيطة ودهنوها مزيان مزيان تاخد لكم مش كيمية كبيرة ومبعدوزوها فلا شابلوغ بها الطريقة هذه وحيدوهم على جانب تتكملوا كامل الكيمية اللي عندكم فهات كامل اللي تكملوهم كان قرب عليكم هكال المغرب ورقري بيجي تمتم تقليوهم كان عاد بمازال الحال ووجدهم وحيدهم على جانب ما يوقع لهم حتى شي حاجة تبغي تقليهم وقليهم صافي هنا يلبنت بيجي تنقليهم درت الزيت ماشي ضروري انهم يكونوا غاطسين كاملين في الزيت مهم الكيمياراها واضحة كيمية نتاع الزيت تسخن ميكا تسخن مزيان كتديروها على نار متوسطة وكتبدي وكتحطو فيهم شوفوا رح غضية طيبة امامكم ما كيتحلوهم وكترى لهم متى شي حاجة اهم حاجة لبنات انهم ما كيشربوش الزيت يعني ديك التغليفة اللي درناها لهم ديال البيضوش للأشابلوغ ما كتخليش الزيت كتدخل داخل ثاني حاجة ما كيجيهم قرملين يعني كيجي واحد القرمشة واحد تحميرها رائعة فكما اشتقلتهم من واحد جهات تتحمروها وتاني ما حمرتهم من الجهات التانية تكونوا موجدين واحد تبصيل هكا في الورق النشف باش كتحيلها ديك الزيت اللي من الفوق كتكون زائدة كتكملوهم كيجيوا بهذا الشكل هذا كيجيوا شهوة منهما بلدات والله العادة الى العائلة عجبتهم بزاف بزاف جوا مقرمشين وجهة الحشوة هائلة وغنية ما ناشفة متى شي حاجة ونحل لكم شي وحيدة تشوفوا من الداخل مشاهيتكم مع ذاك الفرماج كايدو بسمحولي مهنداروري تجربوهما الحادقات يلا نوضو الى ما زل ما وجدتو وشنو تديرو هاد النهار انا جبت لكم الاقتراح فكيما ما كان بخلش عليكم حبيباتي بالوصفات تنتو ما بدا بيكم ما تبخلوش عليها خليو ليجين ما تعقزوش ما خسرتو وعلو كذلك شي كلمة طيبة تفرحوني بيها ومكراش مكراش الى بارتاجيت الفيديو بارتاجيت الفيديو مع العائلة ديالكم غد نكون فرحانة بزاف البنات اللي بغت الانستغرام ديالي غد نخليه في صندوق الوصفة الفيديو ديالنا سالة هنا يا حبيباتي خليتكم على خير انتلقوا في الوصفة القديمة ان شاء الله مع شوات صافة مع السلامة اشتركوا في القناة